فترة الاولى بتاعته تبقى الفترة التانية بتاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازا هوك يا جماعة عاملين ايه معاكم محمد الشام ودي قناة في قناة اميت شات والأول مرة تشوفنا دي قناة بنتكلم فيها عن طب العيون بشكل مبسط وحاجات كتير بعيد عن الطب خلص مجتمع اليوفنتيني او الناس اللي بتشجع اليوفنتوس منقسمين حاليا حلقة اليجري الى حد كبير ناس كتير جدا ويمكن السواد الاعظم كله مساعة ما اليجري رجع ولي رجع والالجري بول وتريقة وان هو مش نافع والاداء سيء وان كان ندينا فرصة لبيرلو وان 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 هو فعلا اليوفنتوس المستوى متزبزب الى حد ما والحمد الله كان ماخر كان مطش من حاول نستعيد المستوى لكن هو فعلا السنة دي المستوى متزبزب الى حد ما ولكن انا مش شايف ان السبب الاساسي هو الالجري يعني الفرقة كير عليها كذا مدربة هو للأسف يعني انا من وجهة نظري ان من ساعة ما الالجري ساب الفرقة وهي المشكلة بدأت احنا طبعا تعشمنا ان جورديولا جاي وي 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 وفي الاخر جي ساري ساري انا شايف ان هي كانت سبب ضياعة دوري اللي سنة اللي فاتت يعني حتى ساري لما خدت دوري خده زي بقوة الدفع وخدناها ربنا اللي يعلم خدناه زي لكن حق ربنا ان ساري كان بدايته هو بداية ان الفرقة دي فكت الى حد ما معها بصراحة برضو من ساعة ماكريستيانو رونالدو نتكلم في خلال الحلقة دي وهاخد رأيكم ان شاء الله من ساعة ماكريستيانو رونالدو برضو جاي الفرق حصل فيها تغير طيب نتكلم حاجة حاجة الفرقة اللي معها الحالية الى حد ما في كل المراكز عنده دفاكت او عنده نقص حلول كتير بعيبة كتير خلاص مستوها بعيد عن مستوها تماما حقيقة انا شايف ان الاجري مش هو اليولام اللي حصل انا شايف ان هو اقدر واحد على عدد بناء فرقة جديدة ان احنا ان شاء الله نفتح بيها سايكل جديد او سلسلة جديدة من الانتصارات بإذن الله طيب السبب في د trick ايه اول حاجة ان انا شايف ان الجري يوفنتانو يعني الجلي بحب يوفنتوس يعني هو في كلام لسه من كام يوم كان ان في صاحدي و الناس كلها كانت تعرفة بس في صاحة في اكد الكلام ده من كام يوم ان الجري كان احتمال سليوي لكن هو لما اليوفنتوس حرض عليه ان هو هو يرجع تاني يتردد ورافض ان هو يضرب ريا المدريد قال يضرب اليوفنتوس فى اول حاجة دي مهمة جدا بالنسبة ان هو يحدي يكون يوفنتاني المرة اتنين هو عارف البيئة دي عارف الادارة عارف كتير من اللعيبة لانه هو لسه سيبه من قريبا يعني هو يدوب كمه الموسمين الموسم بتاع ساري وموسم بتاع بيرلو فهو بالتالي عارف اغلب من اللعيبة فيه لعيبة كتير يدربها عارف الادارة عارف الاجواء فمش هيبقى عنده مشكلة في التأقلم سريعا مع النادي ككل قالت حاجة هو مع الوقت بيثبت انه فعلا مدرب علامي مع كل احترامي ناس كتير شايف انه غلط لجري بيشتغل بالموجود عنده اياما دخل ماتشات كبيرة وكان عنده غيابات مؤسرة كبيرة ولعيبة مؤسرة كبيرة وبطريقة ما عارف ياخد الماتش في صالحه ويلعب ماتش كبير ويبقى ماتش اداء عالمي بلعيبة ممكن يغير لها مراكزها ويكسب الماتش ده وخير دليل ماتشات كتيرة يعني كان فيه ماتش بتاع الاتليتكو مدريد اللي رد الخسارة طبعا كريستيانو كان ليش الدور الاكبر ولكن تكتيكيا والدور اللي عملوا مع امريتشان ساعتها لو الناس تفتكر يعني كان ماتش عالمي السنة دي كان فيه ماتش تشيلسي طبعا الماتش اللي اتغلبنا الراجع لكن الماتش الرايح كان عنده غيابات كتير وعارف يكسب الماتش ماتش روما يعني ايه انا قصدي قلقني معروف عنه انه هو يعرف يلعب بالموجود عنه ودي يمكن من الحاجات اللي كانت عجبة ادارة انيالي هو مالوش طلبات كتير مش زي كونتي كونتانو كونتي من الاسباب اللي خلته يمشي اللي كان عنده طلبات والادارة ما كانتش قادرة تلبيها هو زي ايه اتقمس ومشي وكان حتى طريقة مش لطيفة معين انه هو المجدرب كبير طبعا واحنا شايفين تأثيراته حتى على طواتنا ولكن هو مكملش في الفرقة انه هو مكانش عنده صبر انه هو لسه يبني فرقة هو كان عنده طلبات والادارة مش قادرة تلبيها له جابه الاجري الاجري ودي يمكن قلتها قبل كده انه هو اثبتني ان انا غلطان لان انا ما كنتش متحمس خلص ان الاجري يجي بعد كونتي كنت متخيل ان المستوى هيقع ولكن هو عارف يطلع بالمستوى وبالعكس هو ميزة الاجري وزي ما قلت انه هو تحاول يستغل امكانيات اللعيبة اللي عنده او ووظفها لصالحه ده ميزة مدرب عالمي بميزة انه هو عشان نكون صرح احنا الباكات عندنا مفيش باكات خاصة دانيلو هو الباكرايت الوحيد بيلعب كوادرادو بدالو ساعات برضو قلب الدفاع بيلعبه دانيلو ديتشيليو اصابات رايح جاية تلعبه يمين وساعات لعبه شمال ده انا لعيب صغير اسمه بيلعبه في الشمال اليكساندر ونسي كورا خلاصه طبعا اليفنتيني كلهم خلاصه حتى بقى ماتش الانتر لا عايزين اليكساندر ولا رابيوه اللي اتنين دول يعني خلاص مش عايزينهم ولكن اللي انا قصد علي ده الاجري ما بيعودش يشتكي هو بيحاول يشتغل بالعب ودي ميزة مهمة جدا ان احنا عايزين بدل ما احنا نركز ان احنا نقعد نعوي ونشتكي لأ احنا نحاول نكسب وهو كسب مطشط كتيره بنفس اللعيبة دي يمكن برضو الاجري مش المدرب اللي بيبنى انه بيعود يتنطط ويزع ويتنرفز على لكة ومع انه ساعات بيعملها بس يعني مش من المدربين اللي ساعين دقيقة بيعود يزع زي واحد زي انتونيو كونتي لأ هو الى حد ما هدي وده يمكن اللي مش مديله الاحساس يعني الناس يحسن ان هو مدرب العامل لكن حق ربنا فعلا وانا فاكر حتى باتريس افرا لما رجع كمان انبسط قوي لانه هو كان شايف انه مدرب كبير وهو اقدر واحد ده العيب يعني شاهده شاهده من اهلها العيب من جوه المطبخ نفسه ان هو عارف قراية الاجري للمطشة عامل ازاي عارف تغييراته عامل ازاي اطبعا مفيش حد دايما مية في المية ممكن يخطئ وممكن يصيب ولكن حق ربنا الاجري في المطشط يا ما فيه مطشط الواحد يبقى داخل عارف انه ممكن تبقى ضايع منه لان عندنا غيابات كتيرة او ايقافات كتيرة ولأ هو يعرف يعدي بالمطشة بقامان وساعات بيبقى بقى ده كويس وساعات بنكسر كمان مش بس تعادل ا هو ان احنا ما نخسر فاكتر واحد يقدر يبني فرقة جديدة عارف ايه النواقص اللي في الفرقة دي عارف ايه الطلبات عنده فكرة ان مرونة ان الادارة كلها نعايز ده او بدايل لي بيعرف يستغل ده كويس جدا ودي حاجة مهمة جدا في الاجري ويمكن هو ده اللي عامل ان هو اصلح واحد مع الادارة الحالية بالاقتصاديات الحالية اللي احنا فيها بسبب الكوفيد والكورونا والكلام وزي ما قلت هو سابتني كزا مرة غلطان يعني اول ما كنتي مشي سابتلي انه غلطان لما اول ما كريستيان جي انا تخيلت ان مشكلة في الاجري ان مش عارف يطلع من كريستيانو احسن طاقاته وكنت من الناس اللي عايز الاجري يمشي وكنت متحمس جدا ان ممكن جورديولا لما ييجي ولكن برضو طلعني غلطان ان يا ساري لما جيه لك الساريبول والساريزمو وتخيلت بقى ان الفرقة تلعب حجرة خرافية لعبة اوحش من ايام الاجري بيرلو لما جيه كان عنده بوتانشل انه يكسب ولكن هو في الاخر كان لازم يمشي لان الفرقة فكت منه وخاصة مع وجود كريستيانو يعني كريستي واعيز المدرب يكون عنده خبره شوية يمكن بيرلو تظلم بوجود كريستيانو يمكن الزلم لفرقة افينتوس يعني فرقة افينتوس كانت طلعة ويمكن من الغلاطات الكبرى ان ماروتا راح مش انه راح لنترا هو راح بعد افينترا ان احنا سابنا ماروتا واضن ان ان صفقة كريستيانو دي في كلام كت pin صحفيين او في تكاهنات كتير ان صفقة كريستيانو رونالدو دي كان جيوزيب ماروتا او ماروتا المدير السفقات اللي كان عندنا في اليوبينتوس كان ضد هذه الصفقة ولكن كان في العسكر اللي المقابل كان باراتيتشي هو اللي متحمس لها جدا من ياللي مشي مع باراتيتشي ويمكن ده اللي دايق ماروتا وساب الادارة وحتى بعد كده راح الانتراج دي من الغلطات اللي قصرت على ليفنتس الى حد ما انا شايفها سيابان ماروتا ومجيء كريستيانو دي كانت زي الترنينج بوينت او النقطة الفاصلة في المشور كان الكيرف بتاع ليفنتس طالع جدا نعمل صفقات كويسة جدا اقتصاديات النادي بتتحسن بطريقة كبيرة جدا لكن فجأة جات فرصة كريستيانو اظن ان ماروتا كان رفضها لان خايف على اقتصادية النادي وهو يمكن كان معه في الموضوع ده ان ياللي وبراتيتشي حتى كذا مرة ان ياللي يقول انا لو الوقت تتعدها عيد الصفقة دي تاني يمكن النادي يستفاد منها من نواحي الاقتصادية كماركتنج وتسويق للنادي يعني فعلا هو مجيء كريستيانو تسويقيا افاد ليفنتس الى حد كبير كل المشجعين كانوا في حالة زهول ان كريستيانو جاي ليفنتس ولكن حق ربنا مع الايام ظهرته حتى هو مع منشستر نايتو كريستيانو ليه معاملة خاصة هو طبعا نجم كبير فهو في حاجات لا يقبلها مع ان غرفة الملابس ممكن تفكت شوية عندنا حتى بوفون انا فاكر ليه تصريحة قالك ان لما رجعت ليفنتس يعني هو مشي قبل ما كريستيانو ييجي ورجع وفي وجود كريستيانو هو قال ان حس ان في حاجة تغيرت في النجم اظن ده اللي خلى ان فرقة فكت شوية ان كان الاعتماد على كريستيانو اكتر ما على اللعب الجماعي مع ان قبل كريستيانو ما ييجي كان الاعتماد الاساسي على اللعب الجماعي ويمكن هو ده اللي بنحاول نرجع له دورتي شوية بشوية وعشان كده اقدر واحد على الموضوع ده فهي الفرقة كلها زي الجرافة مشيان ماروتا مشيان باراتيشي جارة بتضير لعبة كتير بعيدة عن مستواها صفقات كتيرة سيئة بي صفقات كتيرة كل شوية اعارة وترجع لنا اعارة وترجع لنا هي ده اظن السبب الاساسي التذبذل بالمستوى ظن حتى الناس اللي غير متفقين معي او اللي مش حابين الاجري هم متفقين ان خلاص الحل ان احنا نفضل مع الاجري عنده عقد طويل مفيش بديل حتى مناسب هنكمل مع الاجري بس انا شايف ان احنا ناكمل مع الاجري تمام الاقتناء لان هو ان شاء الله انا شايف شوية بشوية الامور ممكن تتحسن الناس كلها شايفة الى حد ما دفكتات فين فممكن مع الادارة نحاول بصفقات ما نحسن الموضوع هنشوف الامور هتمشي ولكن انا بالنسبة لي شايف ان الاجري هثبتني ان انا غلطان الى فكذا مرة يعني كفاية تغييرات هنكمل معاه وان شاء الله باذن الله الامور تتحسن في الفترة الجاية ده كانت درداشة عن عهد الجديد لالاجري مع ليفينتوس ان شاء الله يبقى زي عهده القديم او يعني زي الفترة الاولى بتاعته وتبقى الفترة التانية بتاعته مليئة بالنجاحات جايز السنة دي موضوع صعب شوية لسه هنشوف كل حاجة مفتوحة ممكن الموسم ينتعي بفشل زريعه ممكن سبحان الله يعني ممكن نكسب شامبيوز ليجا الله اعلم دوري طبعا في الغلب الانتر اللي هياخده ولكن برضو في نقلة فينا ما نعرفش في النهاية ايه اللي ممكن يحصل هنشوف الموسم هيمشي ازاي هنشوف في ملفات كتير الادارة مفتوحة عليها هنشوف الادارة هتتعامل معها ازاي وهنشوف السنواتي القادمة اللي هيحصل ان شاء الله يكون خير ولكن انا معرفش رأي المشجعين ايه يا ريت تسيبولي رأيكو في التعليقات اعايز اعرف رأيكو بس هي حلقة خفيفة اتمنى ان هي تكون لطيفة بالنسبة الناس كتير يا ريت اللي بتفرج يشوف بقية الفيديوهات اللي في القناة هتلاقوا قناة زي ما قلت هي عن طب العيون ولكن بنتكلم حاجات كتيرة بعيدة عن الطب برضو لو ما عملتوش اشتراك في القناة تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لك وكل جديد وربنا يدينا العمر الصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته